نلتقي بكم يا غرس الحبي نلتقي لقاء الأحبة على جناحي شوق ومحبة طلاب الصف الأول الثانوي أهلا ومرحبا بكم في درس للاستمتاع نحن هنا اليوم للاستمتاع والتذوق أسمع من يقول إذن هو نص فعلا هو نص بس مش أي نص دي البردة دي لامية زهير إحدى عيون الشعر العربي عرضها الكثير من الشعراء أي صنعوا على غرارها بدأ فيها زهير بالغزل الصناعي تعالوا معي نتعرف على من قائلها بداية ثم نتعرف على البقية تعالوا معي نتعرف على زهير من هو كعب ابن زهير كعب ابن زهير ابن أبي سلمة المزني من قبيلة اسمها مزينة شاعر مخضرم مخضرم يعني عصر عصرين صدر الإسلام والجاهلية عالي المكانة قال الشعر في حداثة سنه نشأ نشأة أدبية جل أهلها شعراء أي كل أهلها شعراء وهو من أعرق الناس في الشعر فأبوه زهير ابن أبي سلمة صاحب الحوليات فكرين الحوليات؟ الحوليات هي قصائد كان يتمها زهير في عام صاحب الثلاث أربعات فكرين أفكركم الأربعة الأولى كان بينشئها الأربعة الثانية كان بينقحها الأربعة الأخيرة كان بيعرضها على أهله وخواصه ثم بعد ذلك يظهرها للعامة وهو شاعر من شعراء المعلقات وأخوه بجير وابنه عقبة وحفيده العوام إذن كل عائلته شعراء وكان الحطيئة وأنتم تعرفون من الحطيئة أشهر شاعر جاهلي كان تلميذ لكعب وكان يتتلمذ على يد زهير بن أبي سلمة تعالوا نتعرف معا على سبب كتابة كعب لهذه القصيدة واجهت الدعوة الإسلامية قلوبا جاحدة وعقولا جامدة من بينها كعب بن زهير فعندما أسلم أخوه بجير غضب كعب وهج الرسول صلى الله عليه وسلم وشبب بنساء المسلمات ولما علم الرسول بذلك أهدر دمه فخشي عليه بجير ونصحه بالتوبة فقدم إلى المدينة وتوسل للرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه بلا ميته المشهورة التي مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يجز مكبول فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصيدة وخلع عليه بردته النبي لم يكن يعرف كعبا فلما جاء كعب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن كعب يريد أن يعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون جيدا أن الاعتذار كان صعب على الجاهلي ليه؟ لأن كان عنده أنفة وعزة لا يعتذر بسهولة فقبل النبي الاعتذار فعرفه بنفسه وقال أنا كعب وبدأ قصيداته التي راقت للنبي صلى الله عليه وسلم وخلع عليه برداته يعني أعطاه البردة بتاعته علشان كده سميت القصيدة بالبردة واشتراها عثمان بعد ذلك من ورثاته بعشرين ألف دينار وكان الخلفاء يرتدونها في الأعياد تبركا بيها وأصبحت القصيدة من عيون القصائد الخالدة هندرس القصيدة دي على تلت محاور أو تلت أفكار الفكرة الأولى بعد حبيبة الشاعر عنه وكان اسمها سعاد وهذا الغزل لم يقف النبي عنده ولم يستنكره لأنه كان غزلا عفيسا ويسمى بالغزل الصناعي لأنه لم يكن له بالفعل محبوبة إلا أنه تخيل محبوبة له أسماها سعاد على غرار قصائد الجاهليين الفكرة الثانية وشاء أو قعوا بالشاعر وأخلاء خذلوه الفكرة الثالثة طلب العفو من الرسول صلى الله عليه وسلم أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العطاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل إيه ده إيه ده؟ إيه الكلام الغريب ده؟ ده أنت بتقولي إيه ده؟ حجارة؟ لا، هو ده ألفاظ الشعر الجاهلي تعالوا معي نرى معاني الكلمات أمست يعني صارت سعاد محبوبة الشاعر بأرض بمكان على وجه البسيطة يبلغها يعني يصل إليها العطاق النوق الكريمة الأصيلة اللي بنسميها النجائب النجيبات هي أفضل الإبل المراسيل هي سريعة السير طيب عذافرة ما العذافرة؟ هي ناقة شديدة قوية الأين؟ هو التعب وعكسها طبعا إيه؟ الراحة أو القوة إرقال يعني سرعة السير والتبغيل المشي اللي هو فيه ساعة إن إحنا بنحاول إن إحنا إيه نمشي بسرعة طب إيه رأيكم بقى ناخد شوية من الأسئلة على اللغويات اللي إحنا لسا أيلنها أول لغوية العطاق معناها الضخام ولا النجائب ولا الضوامر ولا الصراع فعلا هي النجائب تعالوا منشوف اللغوية اللي بعدها مفرد العطاق العطق العطيق المعتق هي فعلا العطيق برافو عليكم تعالوا منشوف اللي بعدها مفرد المراسيل المرسال الراسل المرسل جميع ما سبق المراسيل هي المرسال مرسال مراسيل حتى هي على نفس الوزن العذافرة هي ناقة إحنا لسا أيلين إن هي إيه؟ برافو عليكم شديدة قوية طيب تعالوا منبص على آخر لغوية الأين مضادها مضادها إيه ترى؟ القوة ولا البطء ولا الجزع ولا الضعف أنا سمع حد بيقول لي القوة بالظبط رافو عليكم طب إيه رأيكم نشوف شرح للأبيات دي من خلال السؤال اللي جيدة دلل الشاعر على بعد سعاد وضح ذلك الشاعر بيؤكد بعد سعاد عنه مش بس بعد مكاني ده بعد نفسي أثر في نفسيته فقد أمست سعاد وصارت بأرض لا تصل إليها إلا النوق النجائب القوية السريعة ولا شك في إنه لن يستطيع الوصول إليها إلا بناقة شديدة حتما النقة دي هتصاب بالإعياء بالرغم من شدتها لطول الطريق ومشقة السفر إيه رأيكم نتذوق بقى؟ نيجي لجزء التذوق من خلال تذوق الفني والتحليل البلاغي أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العطاق الشطرة دي كناية عن إيه؟ كناية عن بعد أرض سعاد أو المكان اللي وصلت ليه بعد السفر وسر جمال الكناية الاتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم برافو عليكم طيب لا يبلغها إلا العطاق الإسلوب ده إسلوب إيه؟ برافو لا وإلا ده إسلوب قصر أدواته إيه؟ النفي والاستثناء غرضه إيه؟ غرض التخصيص والتوكيد طيب لا يبلغها إلا العطاق أن إيه؟ النجيبات المراسيل العطاق يعني بتوحب إيه؟ اللفظة دي بتوحب إيه؟ بتوحب القوة والعطاق النجيبات المراسيل مراسيل دي يعني بتوحب إيه؟ بتوحب الرشاقة بتاعتها وسرعتها برضو ووصف العطاق بالنجيبات والمراسيل ده أفاد إيه؟ أفاد تعدد قدراتها وإمكاناتها طيب لما يجي يقول لي لن يبلغها إلا عدافرة برافو أنا سمع حد بيقول لي ما هو؟ نفي واستثناء برضو يعني ده إسلوب قصر لن؟ وإلا هيبقى إسلوب قصر غرضه إيه؟ غرضه التخصيص والتوكيد كل أساليب القصر غرضها التخصيص والتوكيد طب يبلغها أنتم شايفين أن الفعل إيه؟ اتقرر بالضبط التكرر ده بيأكد على إيه؟ على أمنية بداخل الشاعر أنه هو يوصل إلى محبوباته فيها على الأين إرقال وتبغيل ده فيها إيه؟ فيها صورة برافو أنا سمع حد بيقول لي إيه لا هي تشبيه ولا استعارة يبقى إذا هي كناية كناية هو استشف معنا كناية عن إيه بقى؟ عن قوة الناقة برافو عليك البيت كله إيه علاقته بالبيت اللي قبله؟ علاقته علاقة تأكيد ليؤكد على قوة الناقة وكله كناية عن بعد الأرض اللي بتسكنها سعيد طيب إحنا كده خلصنا التحليل البلاغي لإيه؟ للبيتين طيب إيه رأيكم نشوف بعض الأسئلة على التحليل ده وإحنا لسه فاكرين أمست سعيد بأرض لا يبلغها إلا العطاقه نوع الصورة إيه؟ سمع حد بيقول لي إنتي لسه أيلة إن هي كناية برافو لا يبلغها إلا العطاقه ده إسلوب قصر أداته إيه؟ إحنا لسه أيلين النافية والإستثناء أحسنتم وصف العطاق بالنجيبات والمراسيل أفد إيه؟ تعدد قدراتها ولا تعدد إمكاناتها ولا وصف جمالها ولا الأولى والثانية أنا مش محتاج جمالها في حاجة أنا محتاج ناقة توصلني يبقى إذن أفد التعدد الكدرات والإمكانات يعني الأولى والثانية تعالوا معايا نشوف السؤال اللي بعده يبلغها تكرار الفعل للتأكيد على إيه؟ الاستسلام للتعب هو تعب خلاص واستسلم مش هيقدر يروح لسعاد ولا ضعف الشاعر خلاص من طول الطريق ضعفة ولا أمنية الشاعر في الوصول لمحبوبته ولا واحدة مما سبق لا هي أمنية برافو أنا سمع حد بيقولي أمنية الشاعر في الوصول لمحبوبته لها على الأين إرقال وتبغيل نوع الصورة إيه؟ تشبيه؟ بليغ؟ ولا استعارة؟ مكنية؟ ولا تصريحية؟ ولا كناية؟ إحنا قلنا إن هي كناية إحنا مخدناش خالص تشبيه في الأبياد دي طيب تعالوا ما نبص على اللي بعدها علاقة البيت الثاني بالأول تعاليل؟ ولا نتيجة؟ ولا تأكيد؟ ولا تفصيل؟ برافو أنا سمع حد بيقولي هي تأكيد إحنا لسا أيلين دا دلوقتي يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبى لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حد باء محموله شايفين الحكمة بالرغم إنه هو كان جاهلي لم يدرك الإسلام بعد تعالوا معي نتعرف على اللغويات في الأبيات يسعى يعني يمشي وينم الوشاة النمامون جنبيها يعني ناحيتيها والمفرد جنب والجمع جنوب وأجناب خليل أي صديق ولكن كيف يكون صديقا من يتخلى عن صديقه أنا لا أعده صديقا على الإطلاق مضدها عدو طب جمعها إيه أنا سمع حد بيقول لي أخلاء وخلان كنت آمله يعني أرجو معونته لا ألفينك لا أجدنك يعني إيه حفرأك أو مضدها حفرأك مشغول يعني منصرف فقلت خلوا سبيلي خلوا يعني تركوا وابتعدوا ابعدوا عن طريق سبيلي أي طريقي والجمع طبعا سبل وأسبلة خلوا سبيلي أي تركوني لا أبى لكم التعبير ده يا شباب بيجي للمتح وبيجي للزم يعني أما أقولوا على سبيل المتح يعني لا نظيرة ولا مثيلة مثل أبيكم وما أقولوا على سبيل الزم يعني المتحدث أو المخاطب مجهول النسب وطبعا دي إيه سب كله ابن أنثى وإن طالت ابن أنثى هنا المقصود بي أي إنسان وإن طالت سلامته سلامته يعني صحته وعافيته قال حدباء المفروض معناها الناعش وجمعها حدباوات وحد طيب إيه رأيكم نبص على اللغويات من خلال الاختيارات أول لغوية المراد بيسعى يسير يشي ينم ولا الثانية والثالثة الثانية والثالثة لأنها يشي وبينم طيب تعالوا ما نبص على اللغوية اللي بعدها جمع خليل، أخلاء، خلان، خلائل، الأولى والثانية أنا اخترت الأولى والثانية طيب خلائل مش هتيجي على الوزن يبقى هي أخلاء وخلان زي ما إحنا لسا أيلين طيب تعالوا ما نشوف لغوية كمان مراضف ألفينك أجدنك ولا أسامحنك ولا أرينك ولا أتركنك إحنا لسا أيلين برافو أجدنك تعالوا ما نشوف لغويات كمان مراضف مشغول هتبقى بهتم ولا منصرف ولا فارغ ولا ولا واحدة مما سبق غالبا يا أولاد ما بتكيش ولا واحدة مما سبق فهي بتنحصر الاختيارات في الثلاثة الأولانيين وأنا سمع حد بيقول لي أنت لسا أيللنا أن معناها منصارف برافو عليك أنت قاعد مركز مراضف مفعول حادث ولا واقع ولا نافذ ولا جميع ما سبق هتلاقوا حادث هي واقع هي نافذ معاني الثلاثة واحد إبقى إذن هختار برافو جميع ما سبق تعالوا ما نشوف جمع حدباء أحدب ولا حدباوات ولا حد ولا الثانية والثالثة أنا لسا أيلها آخر واحدة سمع حد بيقول لي بنتي بتقول لي الثانية والثالثة طيب إيه رأيكم نعرف معنى الأبيات من خلال الشرح من خلال السؤال اللي جاي تكشف الأبيات عن معاناة كعب وإيمانه وحكمته وضح ذلك صور كعب حاله مع الوشاء اللي أوقعوا بيه اللي قالوا إن مصيره المحتوم هو الموت لا محالة ومع الأخلاء اللي انفضوا من حوله فتركوا الأصدقاء وهجروا الرفاق فالأخلاء اللي كان بيرجوا فيهم النصرة والتأييد لم يجدهم بجواره وتهربوا منه وادعوا أنهم مشغولون هي دي المعاناة اللي عنها كعب صعب قوي إن أنا يبقى عندي صديق يبقى هو كل الدنيا بالنسبالي وهو عارف كل حياتي وفي الآخر أم محتاجه ملقهوش واقف جنبي يبقى إذن دي المعاناة طب الإيمان جاي فين فقلت دعوني أواجه قدري المحتوم قاصبوني لقدري فما قدره الله سيكون يبقى إيه؟ إيمانه إن قدر ربنا نافذ مع إنه لم يسلم بعد كان جاهلي ولا رد لقضائه ما فيش رد لقضاء ربنا سبحانه وتعالى الحكمة بتاعته فين؟ بيفيق بقى كعب إلى نفسه ويعود إلى رجده ويبتعد عن كل أصدقاء السوق دول إلا أنا ما بقعدهمش أصدقاء مستسلم لقدر ربنا سبحانه وتعالى فكل إنسان مهما طال عمره هيموت دي حقيقة وحكمة فعلاً وإيه؟ بعد ما يموت هيحملوه على نعش ليه؟ علشان يدفن وهنا بقى يبدو ويظهر إيمان كعب بإيه؟ بالقضاء المحتوم كلنا ميتين وإلا كان إيه؟ صد الحي الرسول صلى الله عليه وسلم طيب إيه رأيكم بقى؟ نيجي للجماليات والتدوق تعالوا ما نشوف التحليل البلاغي للأبيات يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلم لمقتول وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لأبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كله بن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محموله يسعى الوشاة بجنبيها يسعى جاه على صورة المضارع ليه؟ إحنا متفقين دايما أن المضارع بيدل على الاستمرار والتجدد ونستحضر الصورة إحنا كأننا بنشوف برطريق صدنة الوشاة على جنبي ناقة زهير وهو يركب الناقة وهم عملين يقولوله إن أنت هتتقتل طيب الوشاة جا تجمع ليه ما قالش واشي؟ ليه؟ علشان تفيد كثرة النمامون والنمامين إنك يا ابن أبي سلمة لمقتوله إنك آه حلو جميل إن سمع حد بيقول لي ده اسلوب مؤكد بإن طيب هو مؤكد بإن بس؟ لا ده كمان مؤكد باللام فيه لمقتوله يا ابن أبي سلمة آه أنا هنا بنادي صح؟ طب والنداء ده من أي الأسليب؟ الإنشاء ولا الخبر؟ اسلوب؟ إنشاء؟ نداء غرض إيه؟ التنبيه وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول وقال كل خليل كنت آمله قل أفادت إن كل إيه؟ الأصحاب يبقى الشمول أفادت الشمول والعموم كل أصحابه تخلوا عنه كتير قوي كل واحد منهم خاف حتى قابلته تخلت عنه كنت آمله دي بتوحي بإيه؟ يعني كان نفسي في حاجة وما حصلتش بأنا حاسس بإيه؟ بخيبة أمل في إيه؟ في إيه؟ فأصدقائي اللي كنت بترجى إن هم يقفوا جنبي لا ألفينك إني عنك مشغوله ده فيها صورة بس إيه؟ أنا سمع حد بيقول لي لا أنا مش شايف فيها استعارة وحد تاني بيقول لي أنا مش شايف فيها تشبيه يبقى إذاً هي كناية برافو كناية عن إيه؟ عن خزلان أصدقائه له وسر جمالها الإتيام بالمعنى مصحوباً بالدليل عليه في إجازن وتجسيم طيب لا ألفينك مش لحظين إن في حاجة نون هنا غريبة كده آه دي نون التوكيد مش كده مؤكد بنون التوكيد وإن فقلتوا خلوا سبيلي لأبا لكمه فكل ما قدر الرحمن ومفعوله فقلتوا الفاق هنا بتفيد إيه؟ إحنا طول عمرنا بناخد إن الفاق بتفيد الترتيب والتعقيب جميل يعني معنى كده إن هي بتفيد السرعة أنا رديت عليهم بسرعة خلوا ده إيه؟ أمر بالضبط برافو عليك يعني اسلوب إنشائي غرضوا إيه؟ لالتماس بعيدوا عني بقى يعني مش كيف هي قهدر دمي خلوا سبيلي ده كناية عن إيه؟ خلاص بقى الشعر يأس من نصرة أصحابه له كل واحد منهم عمال يبعد عنه لأبا لكمه هنا اسلوب خبري لطزاً هو مفيش أي وسيلة من وسائل الإسلوب الإنشائي إلا إنه في معناه اسلوب إنشائي غرضه الدعاء فكل ما قدر الرحمن مفعوله ده كناية كناية عن إيه؟ عن إيمان الشاعر بإيه؟ بالقضاء والقدر قدر ربنا هينفز وده تعليل للشطر الأول اللي هو إيه؟ فقلتوا خلوا سبيلي لأبا لكمه بيعلل بيقولهم كده ليه؟ لأن خلاص أنا مش هميمكم وفي نفس الوقت أنا خلاص رضيت بقضاء ربنا البيت كله فقلتوا خلوا سبيلي لأبا لكمه فكل ما قدر الرحمن مفعوله ده نتيجة نتيجة الإيه؟ إنهم قالوا وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مجغول طيب كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حد باء محموله كله ابن أنثى ابن أنثى كناية كناية عن إيه؟ عن الإنسان كناية عن موصوف هو الإنسان إن طالت سلامته هي فيها إطناب وفيها إجاز إيه ده؟ إيه ده ينفع الاتنين سوا؟ آه ينفع الاتنين سوا هي فيها إطناب بالاعتراض غرضه إن هو ينبه على إن حقيقة الموت واقعة لا محالة وفيها كمان إجاز بحس في جواب الشرط اللي هو إيه بقى؟ فهو محموله كله ابن أنثى وإن طالت سلامته فهو محموله يبقى إجاز بحس في جواب الشرط يوماً على آلة حد باء محمول آلة حد باء المقصوم بيها في النعش البيت كله أولاد حكمة حكمة صادقة إن الموت هو نهاية كل كائن حي وده كناية عن إن الموت مصير كل الأحياء وتعالوا معايا بقى نشوف أسئلة التحليل البلاغي وحنجوابها بصورة على إن إحنا لسه شرحين أول سؤال بيقول يا ابن أبي سلمة ده اسلوب إنشاء نداء غرضوا إيه؟ النصح ولا التنبيه ولا التوكيد ولا الحس هما كانوا بينصحوه؟ لا ذلك كانوا بينبهوه برافو برافو عليك فكل ما قدر الرحمن ومفعوله علاقتها بما قبلها إيه؟ تعليل نتيجة توكيد تفصيل بعد إجمال أنا سمع حد بيقولي إنها تعليل برافو لا قل في أنك إني عنك مجغوله العبارة دي كناية عن إيه؟ لا قل في أنك إني عنك مجغوله وابعد عني بقى أنا عنك مجغول خزلان أصدقاء الشاعر له برافو لا أبى لكم اسلوب إنشائي خبري خبري لفظاً إنشائي معنى إنشائي لفظاً خبري معنى ما فيش حاجة اسمها إنشائي لفظاً خبري معنى يبقى هو إيه؟ خبري لفظاً إنشائي معنى برافو وإن طالت سلامته إتنب إيه؟ تزييل ذكر العام بعد الخاص ذكر الخاص بعد العام هو كان فيه عام وجاء بعده خاص ولا كان فيه خاص وجاء بعده عام وهو تزييل يا هيدي كتف الآخر لا يبقى هو لا اعتراض بالزبط برافو عليكم وإن طالت سلامته إيجاز بحسف الفاعل مفعول به جواب أيوة برافو عليكم لسه زملكه بيقول لي جواب الشرط ما إحنا لسه أيلنها أبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول نهلاً هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيذ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وقد كثرت فيي الأقاويل إن الرسول لنور يصطداء به مهند من سيوف الله مسلول أبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول أبئت أبئت يعني أخبرت إذن لم يسمعها مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قال صلى الله عليه وسلم هذا التهديد فهو للتهديد فقط أخبره الوشاة وكان من أدبه صلى الله عليه وسلم ألا يهدد أحداً في وجهه أوعدني أي هددني ومضادها هتبقى وعدني العفو يعني الصفح ومأمول يعني مرجوة يبقى عكسها إيه برافو أنا سمع حد بيقول لي ما يقوص منهم مهلاً مهلاً يعني تمهل رفقاً مضادها عجلاً يعني إيه لا تتعجل ودي اسم فعل هداك هداك يعني أرشدك هو بيدعي لهن ربنا يهديه ما هو هديه لهو بيدعي لهن ربنا يهديه للعفو عنه الذي أعطاك نافلة القرآن إن فلا هي الهبة مواعيذ أي نصائح وتذكير تفصيل يعني توضيح وتبين لا تأخذني لا تعاقبني بأقوال الوشاه ولم أذنب لم أرتكب ذنباً وإن كثرت عني الأقاويل اللي هي للدعاءات والأكاذيب إن الرسولة لنور يستضاء به يستنار به مهند سيف هندي مصنوع من حديد الهند وده كان بيعد من أجود أنواع السيوف مسلول يعني مشهر مرفوع عكسها مغمد تعالوا نشوف بقى المناقشة اللغوية معنى أوعدني وعدني بيه ولا منحني ولا هددني ولا رغبني فيه في حد لسه فاكر بيقولي إن هي هددني برافو عليك مهلاً معناها رفقاً ولا صفحاً ولا عجلاً ولا ولا واحدة مما سبق مهلاً أي رفقاً أحسنتاً جمع نافلة نوافل ولا نفل ولا أنفال ولا نفول أنا سمع حد بيقولي القياس بتاعها كده من كتر ما تعودنا إنها تبقى نوافل برافو عليك هي نوافل فعلاً مضاد تفصيل غموط ولا إجمال ولا تعليل ولا تفسير إحنا دايماً بنقول هو أجمل يبقى عكسها إيه؟ فصل يبقى فعلاً هي إجمال أنت بتجاوب لنا؟ لا أنا بحاول أقرب لكم الصورة المراد بلا تأخذني لا تحملني ولا لا تعاقبني ولا لا تجبرني ولا لا تبعدني لا تعاقبني برافو عليك مضاد مسلول مشهر مغمد مهتز مرفوع برافو أنا سمع حد بيقولي مغمد طي إيه رأيكم نشرح الأبيات من خلال السؤال ما الحقيقة التي لم يشك فيها كعب وبما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أنا عندي هنا السؤال له شقين تعالوا ما نشوف كده الإجابة يبدو من الأبيات إن كعب متيق يقين لا يخلطه شك بإيه؟ بعفو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أهضر دمه ليه؟ لأن عفو الرسول أكبر من دم بكعب وخطايا كلها فالرسول رحمة للعالمين وبيتوسل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفق به ليه؟ لأن القرآن أنزل عليه والقرآن واسع كل أمور الحياة وشامل جميع أبواب الخير وعشان كده يلتمس كعب للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يعاقبه بكلام الوشاء الكلام ده أنا ما قلتوش وحتى لو قلت جزء فمش كل اللي تقال أنا قلته ليه؟ عشان هم عايزين فتنة تحصل ما بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا بريء من كل التهم دي برغم كثرتها بعد كده بيمتدح كعب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه النور اللي بيضيء ظلمات الدنيا والحياة وهو زي السيف البطار بيقضي على كل ألوان الشرك والظلم إيه رأيكم بقى مما نتذوق معنى الأبيات دي بطريقة جمالية والجماليات أم بأتوا أن رسول الله أو عدني والعفو عند رسول الله مأمول أم بأتوا بنى الفعل للمجهول ليه؟ على كناية عن كثرة أو للدلالة على كثرة المنبئين ناس كتير قوي أخبرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيتوعده وخدوا بالكم للإسلوب هنا أنا سمع حد بيقول لي مؤكد بأن برافو بأن بس لأ طب سيبلي دي لأن هي جديدة عليك شوية هو مؤكد بأنو الفعل الماضي أو عدني ليه؟ علشان يدل على أن التهديد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم جه من طريق غير مباشر فالرسول ليس من سماته أن يهدد مباشرة العفو عند رسول الله مأمول طيب ناخد بالنا كده العفو مأمول عند رسول الله ليه؟ مش ده سير الجملة؟ آه يبقى إذاً ده اسلوب أنا سمع حد بيقول لي ده اسلوب قصر ليه بقى؟ علشان هو قدم لي شبه الجملة اللي هي عند رسول الله على الخبر اللي هو مأمول ليه؟ علشان هو بيهتم بالمتقدم آه باللي هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله اتكررت ليه؟ علشان يعظم الرسول ويأكد على إقراره بنبوته آي بقى إذاً هو بيمهد إنه هو هيسلم أو عدني والعفو بينهم ايه؟ هددني وعفى برافو عليك هي طباق بس طباق سلب ولا إجاب؟ طباق إجاب ليه؟ زي أبيض وأسود بيوضح المعنى ويؤكده أو العكس مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل مهلا أي رفقا تمهل يا رسول الله هداك أرشدك أرشدك الله للعفو عني نافلة هبة مواعظ أي نصائح تفصيل توضيح وتبيين مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن مهلا تمهل يبقى اسلوب إنشاء نوعه ايه؟ أمر برافو غرضه ايه دا بيستعطفه نافلة نافلة دي بتوحي بتكريم الرسول صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى بالرغم إنه مداله علوم كتير قوي إلا إنه زاد عليها بنافلة أو هبة هي القرآن الكريم ونافلة القرآن تشبيه للقرآن بالإيه؟ بالنافلة أي الهبة هداك الذي أعطاك نافلة القرآن دا اسلوب إيه؟ أنا سمع حد بيقول لي هو اسلوب خبري هو اسلوب خبري آه بس في اللفظ إنما هو إنشاء في المعنى غرضه الدعاء فيها مواعيذ وتفصيل مواعيذ جات جمع عشان إيه؟ علشان تفيد لي الكثرة كثرة ما في القرآن من حكم ونصائح تفصيل بتوضح إن الكرآن في كل أمور الدنيا والآخرة خدوا بالكوا كده هتلاقوا الشاعر انتقل من ضمير الغيبة في أوعدني في إيه؟ في أول بيت قم بقتوا أن رسول الله أوعدني لإيه؟ لضمير المخاطب في هداك وأعطاك في البيت اللي بعده ده معنى إيه؟ ده معنى إن فيه اسلوب هنا فاكرين اسمه إيه؟ إحنا كنا خدناه سوا اسمه التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب عشان إيه؟ علشان يثير للزهن ويحرك ويجزي بانتباهي لا تأخذني بأقوال الوشاتي ولم أذنب لا تأخذني اسلوب إنشائي نوعه إيه؟ برافو أنا سمع حد بيقولي إن هو نهي غرضه إيه؟ غرض إن هو يستعطف ويتوسل للرسول صلى الله عليه وسلم ده مش بس كده ده مؤكد بالنون لا تأخذني هي أصلاها لا تأخذني ولم أذنب توحي بتبرق الشاعر من تهمة الموجهة ليه؟ ولو كثرت عني الأقاويل إيجاز بحس في إيه؟ جواب الشرط وتقديره فلا تأخذني أو لا تأخذني أقوال وأقاويل جات جمع ليه؟ علشان يفيدلي الكثرة إن الرسول لنور يصطدق به تشبيه للرسول صلى الله عليه وسلم بنور تصطديق به البشرية وده بيحب عظمة الرسول ودوره في هداية البشرية وده اسلوب مؤكد بإن واللام يبقى إنا واللام هنا بتاعت لنور للتوكيد والدلالة على أنه لا نور يصطدق به في الحياة إلا نور الرسول صلى الله عليه وسلم ونور شريعته ونور جات ناكرة ليه؟ علشان التعظيم نحن قلنا إن ناكرة ممكن تيجي للتعظيم ممكن تيجي للعموم والشمول ممكن تيجي للتحقير بس المقاجي هنا في مجال متح لا يمكن تبقى للعموم والشمول ولا للتقليل خلاص؟ إن الرسول لنور يصطدق به مهند يبقى إيه؟ ده تشبيه تاني بسيف مسلول شبه الرسول بسيف مسلول في وجه الأعداء وده بيحب إيه؟ بحسم الرسول صلى الله عليه وسلم لكل الأمور واستعداده الدائم لحماية الحق مهند جات ناكرة للتعظيم وأضاف سيوف إلى لفظ الجلالة أفاد التشريف والتعظيم طب إيه رأيكم؟ ناخد تدريبات على الجزء اللي إحنا شرحناه وإحنا لسه فاكرينه أمبئت أن رسول الله أوعدني اسلوب مؤكد بإيه؟ أن الفعل أمبئته الفعل أوعدني أن والفعل أوعدني سمع حد بيقول لي أن والفعل أوعدني برافو عليك نافلة القرآن لون بياني نوعه؟ تشبيه؟ ولا استعارة؟ ولا مجاز مرسل؟ ولا كناية؟ إحنا خدنا في الجزء ده تشبيهات في حد هيحسبها بالشكل ده هقول له برافو عليك وبرافو عليك تعالوا إما نشوف السؤال اللي بعده مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن ده اسلوب إنشاء أمر غرضه إيه؟ نصح؟ إرشاد؟ وبينصحه وبيرشده؟ ولا بيستعطفه؟ برافو أنا سمع حد بيقول لي بيستعطفه طيب تعالوا إما نبص اللي بعده أوعدني وهداكة الانتقال من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب بديع نوعنا سمع حد من قبل منزل الاختيارات بيقول لي ده التفات برافو عليك فعلا وإحنا لسه أيلنها دلوقتي ولو كثرت في الأقاويل إيجاز بحث الفاعل المفعول به جواب الشرط حرف إنتوا لو تبصوا هتلاقوا لو دي أداة شرط يبقى إذن مش هحزف لا فاعل ولا مفعول يبقى شيء طبيعي إن الإجابة هتبقى جواب الشرط تعالوا ما نشوف اللي بعدها إن الرسول لنور يستضاء به لون بياني هو تشبيه استعارة مكنية استعارة تصريحية مجاز مرسل برافو أنا سمع بنتي بتقول لي هو تشبيه غرض النص الاعتدار والمتح وهو يجعل المتح وسيلة لإرضاء من يعتذر إليه ومن هو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكسب عطفه ورضاه ويتقبل واعتداره للمتح نوعان أذكرهما النوع الأول متح شخص بما يستحق من صفات طيبة كما في متح كعب للرسول صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني متح الإنسان بغرض الحصول على المال والعطايا وفيه كثير من التملق عطفة الشاعر عطفة الخوف والرجاء والإعجاب بالنبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نتعرف على الألفاظ في النص واضحة؟ ملائمة للجو النفسي تبعاً لكل موقف عند الاعتدار والاستعطاف نجد الألفاظ تدل على الخوف والرجاء في العفو مثل أوعدني العفو مأمول مهلاً الوشاه لم أذنب الأقاويل وعند المتح تجد صفات الهداية والقوة مثل نور يصطداء به مهند سيوف اللام الموسيقى في النص الموسيقى الخارجية هذا الجزء ينطبق على كل قصيدة ندرسها الموسيقى الخارجية واضحة في الوزن والقافية فقد اختار بحر من علم العروض اسمه بحر البسيط الممتد ليلائم الاعتدار والمتح واختار قافية هي اللام المطلقة القوية لتساعد على التأثير النفسي الموسيقى الداخلية نابعة من حسن اختيار الألفاظ وتنصيقها وترابط المعاني وجمال التصوير وان رأيتم ان بعض الالفاظ كانت صعبة وهي لم تظهر صعبة في هذه البيئة باعتبار ان هذه اللغة الدارجة عندهم تعالوا منبص على خصائص اسلوب كعب ابن زهير غرابط بعض الالفاظ اللي لسه ايليم عليها بس مع ذلك كان فيه جودة في الوصف تنوع الاساليب بين الخبر والانشاء ليه عشان يحرك الزهن ويشوق السامعين قلت الصور الخيالية ليه عشان الموقف محتاج الى الاقناع العقلي لا للامتاع العاطفي قلت المحسنات البديعية لنفس السبب وضوح الموسيقى في وحدة الوزن والقافية واختيار بحر البسيط التأثر بالقرآن الكريم والاسلام تعالوا بقى مبص على القيم الايجابية والسلبية اللي وردت في النص القيم الايجابية اولا الايمان بالقضاء والقدر هو مؤمن بالقضاء والقدر الايمان بالموت وهو حقيقة الثقة في عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عظمة القرآن الكريم وقد تحدث عنه في القصيدة الرحمة والعفو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ايه القيم السلبية اللي احنا لقيناها في القصيدة اولا الوقيعة بالاخرين الوشاء اللي كانوا بيحاولوا يوقعوا ما بين الرسول وما بين زهير التخلي عن المحتاج الاصدقاء اللي تخلوا عن صاحبهم وقت حاجته اليهم لخوفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم الاستماع للوشاء وتصدقهم كسرة الاقاويل بين الوشاء والموشابه طيب ايه رأيكم نعرف سمات شخصية الشاعر مؤمن قوي الشعور بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس كده ده عنده موهبة متميزة وهو جريء وشجاع ومعترف ومقرب زنبه علشان كده احنا بنقول ان هو شجاع وهو حكيم عارف ان ايه قدر ربنا هينفذ وان الموتى لا مفر منه ذو نزعة دينية تعالوا ما نشوف يا ترى ايه اثر البيئة في النص يا ترى البيئة الجاهلية كانت لها اثر في النص كان كعب شاعر مخضرم اللي هو عاش عصرين اتأثر بالجاهلية والاسلام ازاي؟ بدأ بالغزل فبيدل ده على تأثره بالبيئة اللي عاش فيها الشعراء اعتادوا فيها على البدء بالغزل الصور منتزعة من البيئة البيئة من حوله استخدم السيف الهندي في الحرب مش كده كانوا بيستخدموا الصيوف الهندية لجودتها تأثر الشاعر بالبيئة الاسلامية في المعاني والالفاظ طيب هنا كده الدرس خلص ايه رأيكو؟ نبص على تطبيق على الدرس في تدريب على نص متحرر اقرأ ثم اجب قال حسان بن ثابت هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء هجوت مباركاً براً حنيفاً أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعردي لعرد محمد منكم وقاء يتحدث حسان بن ثابت لكل من يهجو الرسول ويسب من الكافرين والعصاء سوف يقف شاعره حسان مدافعاً عنه ويتعجب كيف يجرؤ من يهجوه على ذلك وهو ليس بنظير أو مثيل له فهو رسول الله المبارك البر الحنيف أمين الله وهو من اشتهر بالوفاء ومن يجرؤ على ذلك سواء سبه أو متحه فهو سواء من عقول جامدة جاحدة لا تؤمن بالله عز وجل وأن حسان وأبيه ومكانته وعرضه فداء ومانع للدفاع عن رسول صلى الله عليه وسلم طيب إيه رأيكم نبص على بعض اللغويات قبل ما تنقل لتدريب على اللغويات عايز أقول لكم إن الباء فيه بكفء هنا حرف جر زائد لأننا لو استغنيت عنها أتلاقوا المعنى مستقيم وكفء الكفء هو المثيل والمساول تعالوا نتعرف معا على بعض الأسئلة معنا كلمة كفء من خلال السياق أنت لسه أيلة مماثل ونظير يبقى إيه الثانية والثالثة برافو طيب حدد العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات عاطفة الغضب ولا اليأس ولا الاستعطاف ولا الحنين هو ما بيحنش الكفار وما بيستعطفهمش وهو غضبان منهم شفتوا الحدة اللي بيتكلم بيها إذن العاطفة هي الغضب ميز مما يلي نوع اللون البياني في قوله وعردي لعردي محمد منكم وقاوم مجاز مرسل ولا تشبيه ولا استعارة مكنية ولا استعارة تصرحية أنا سمع حد بيقولي تشبيه بالضبط عردي وقاء فهو تشبيه يتضح من خلال النص تأثر الشاعر في القرآن الكريم والقيم الإسلامية وضح ذلك يتضح ده في دفاع الشاعر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثره بصفاته مثل الوفاء إلى هنا نقول قد انتهينا تماما من نص العفو مأمول بشوق التقينا وعلى شوق آخر نفترق على أمل أن نلتقي مجددا ودرس جديد من دروس اللغة العربية فإلى لقاء